اشتركوا في القناة 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 بتاعها الصغنون ده برضه هيتشلبه منتهي السهولة بس تكوني حذرة وانتي بتشليه علشان الطماطم ما تتهرش في ايدك مشي معاكو خطوة بخطوة يا حبيبي عشان تعرفوا بالزبط تعملوا كل حاجة وان شاء الله البنوتات اللي لسه جديدة والشباب المتغربين اللي مش بيعرفوا يعملوا اكلة هيكون الاكل بالنسبة له مبسيط جدا تبقوني وان شاء الله معي هتلاقوا كل جديد بازن الله انا قطعت العنقود يا بنات عندك دلوقتي اختيارين ممكن تدربيها في الخلاط لو عايزها تبقى كريمي بس انا بحبها بقطعها صغير كده وبحب البزر كمان يبقى فيها البزر على فكرة كويس جدا جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو لا التقطيع ده ولا البزر دايقني في حاجة وانا ايه بعمل الصندويتش تمام فيعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا لما بتتدربي في الخلاط بتبقى نعمة قوي بحس ان هي مش مربة بحس ان هي صلصة متسبكة وخلاص فالطريقة دي حلوة جدا انا قطعتها كلها هي زي ما انتو شايفين هنحطها بقى في حل عنوش مع اول غلوة ليها هنحط ثلاث كبيات سكر عليها هتبتدي يا دوبة هي هتغلي هنحط بقى السكر عليها ونقلب اول ما تحطي السكر عليها هتفضل يتقلبي تمام تقليبي كويس جدا لشان السكر ما يلزقش تحت ويشيت ويبقى ايه بوزلنا لايه الموضوع كله فيبقى تعبنا كله هيروح كده اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله الفجر قرى بيقزن يا جماعة عصرت اللمونة مع اول غلوة ليها تمام الغليان بقى صح هنروح بقى موطين النار عليها نخليها النار شبه شمعة بسيط كده وكل دقائتين لازم تقليبي فيها كل دقائتين تقليبي فيها سمكها هبتدى يقل لهو سمكها زي ما انتو شايفينها كده كل شوية تقليبي فيها زي ما انا اي لا زي ما انا مورياك يعني هنختبرها بقى استوت ولا لا بصوا هوريكو تاني زي لو بتفرش كده يبقى لسه سبيها كمان حبة عن نار تمام انا سبتها حوالي عشر دقيق كمان هاختبرها تاني خلاص كده شايفين ما بتفرش معي الدايرة زي ما هي كده خلاص استوت يا حبيبي هنعمل ايه دلوقتي هنجيب برطمان ونعقمه برطمان تخسليه كويس جدا اي نوع برطمان عندك تمام يكون ايه بيشيل نص كيلو يكون المحتوى اللي فيه بيبقى بيشيل نص كيلو تمام هنعقمه من بخار اللي بيطلع من الحلة نلفو من جميع النواحي من جميع الجوانب زي ما انتو شايفين بالزبط كده المربا انا مطي عليها خالص خلاص دي بقى ايه لمسات الاخيرة فيها عن نار انا خلاصي حبيبي عقامة البرطمان وحطيت فيه المربا حاجة كده نظيفة وجميلة جدا برطمان سخن جدا مش عارفة امسكه طحفة بجد والسكر بتاعها مزبوط جدا جدا يعني اه ما فيهوش اي ضرر تمام انا جبت طوست وهعملها بالقشطة مربا بالقشطة هعمل واحد مربا بالقشطة للقشطة مليان مربا وواحد تاني هعمله نص قشطة ونص مربا شايفين اللمع اللي فيها رهيبة جدا اكناها جاية من برا اكسم بالله العظيم طحفة والولاد هيحبوها جدا 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 جربيها ومش هتندمي الوصفات اللي بقولها لكم بتكون المقدير بتاعتها بالضبط جدا والله العظيم والله العظيم بتبقى المقدير جميلة ومزبوطة وبتكات بسيطة من ففة ان شاء الله هتكون المقدير احلى واحلى كله وصفات اجمل واجمل زي ما انت عايزة باي حبيبتي آآ آآ يعني عايزها بالقشطة عايزها سيدة آآ يعني زي ما انتو عايزين حاجة كده جميلة جدا كنات دلوها في مطبخي ان شاء الله الوصفات الجاي هتكون احلى واحلى بازن الله يعني المربى الوصفة اللي انا ايلاركم عليها دي مهما تزودوا منها مش هتحسوا ان السكر عالي خالص فيها جميلة جدا الولاد اكلوا منها لما شبعوا والله بسم الله ان شاء الله عجبتهم جدا فيها فوائد وكيمة غزائية رهيبة كل حاجة كطعم وكوء للبشرة كمان تمام تنسوش حبيبي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا بجرس عجب كله عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله ان شاء الله الفيديوهات اللي جاي هتكون احلى واحلى ولوليكو اي طلبات او اي استفسار انا تحت امركم سيبولي كومنت وان شاء الله هرد عليكم على طول خلوا بالكم ان نفسكم ربنا يطمني عليكم في حفظ الله وامانه ورعايته مع السلامة ترجمة نانسي قرح ترجمة نانسي قنقر